مصطفى شبير. رأيك ايه في البيئة. هايل. هايل. هايل عنده سباة مفعالي اه. كان مظلوم مصطفى شبير من قبل ما يلعب. يعني دهما كانت الناس تقول لك انه بيلعب. لا بصاصل هي موضوع يعني ان انت والدك لعيب كورم وانا ممرت بالزروف دي شوية في في الاول. بس في الاخر خلاص انت ما بتثبت نفسك خلاص يعني. الناس بتنسى. اه الناس خلاص بتنسى. دلوقتي خلاص ما حدش بيجيب اه اسم كانت ان احمد شبير. خلاص. كله مصطفى شبير. صح. انما انت ما تقدرش ان انت تروح لغاية في النادي الاهلي عشان ان والدك احمد شبير. لا ده كده الناس بتهزر بقى يعني. صح. يعني مش معقول. ما حدش هيشين مسؤولية دي. انت هتبقى قدام الجمهور. اه احنا كده بنهزر يعني. صح. ما تبقى الحارس التالت حتى. مش التاني بقى. لو الحارس التالت متاخد عشان ابوه في النادي الاهلي او نادي الزمالك. لا يعني. مش تحيط. صح. صح الشيزار يعني. ناخد اللي بقى. نتمنى ان هو يستمر. اه. ويلعب ماتشاط المنتخب. اللي جاية. اه طبعا. نشايف انه اللي بقى سيشينوي. طبعا. اه. لا لا ده ده صعبة جدا لو سيشينوي لعب بصراحة. اه. يعني از كان الاهلي مقدرش ياخد الريس كده. اه. يبقى المنتخب ياخد الريس كده. مع اصل مركز حراسة المرمى غير اي مركز تاني. انت اي مركز تاني الراجل بيقدي بعد ربع ساعة تلت ساعة لقيته ووحش هتغيره. اه. انما الحرس هتعمله اليه وغلط في غلطة دخلت فيه جن. اه. هتعمل في ايه. لا. احراس المرمى. اه. لا لا. موقع حساس جدا. حساس. ولازم عندك بقى لك طوال فترة بتلعب ومستوك ثابت. عشان تروح تلعب في المنتخب. صح. انما راجع من اصابة اه انت جوم كبير كالشناوي. اه. واندك خبرات كبيرة ومستوك عايل. قبل الاصابة. اه. انما احنا دلوقتي حد يعرف مستوى الشناوي ايه? لا. ايه تصد هل هو جايز مية في المية ولا? زبط. احنا ما نعرف. ايه. حساسية المباراة وخلافة. طب.